موجز لأهم الأخبار من قناة الغد من القاهرة أهلا بكم أفاد مراسل الغد بإصابة شابين فلسطينيين بإصابة خطيرة جراء إطلاق جيش الاحتلال النار عليهم شمالي الخليل وزعم جيش الاحتلال في بيان أن الشابين كان بحوزتهما زجاجات حارقة قبل أن يطلق الرصاص عليهم جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن اتهامه لنظيره الروسي بلاديمير بوتين بارتكاب إبادة جماعية في أوكرانيا هذا وقال وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين إن بلاده لديها معلومات موثقة حول احتمال استخدام روسيا مواد كيميائية في هجومها للسيطرة على مدينة ماريوبول الأوكرانية وفي لقاء خاص مع قناة الغد اتهم عمدة مدينة لفيفا روسيا باستخدام الأسلحة المحضورة في حربها ضد أوكرانيا ودعا العالم إلى ضرورة تقديم الدعم اللازم لبلاده من أجل التصدي للهجوم الروسي أصيب 16 شخصا في إطلاق نار بمحطة مترو بروكلين في مدينة نيويورك الأمريكية وأعلن البيت الأبيض أنه أطلع الرئيس جو بايدن على تطورات الحادث بينما قالت الشرطة إنها لم تفتح تحقيقا في عمل إرهابي حتى الآن قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن المفاوضات بشأن اتفاق طهران النووي تمضي قدما بشكل صحيح وفي اجتماع مع إدارة الرئيس إبراهيم رئيسي قال خامنئي إن الغرب واجه ما وصفه بالمأزق منذ انسحاب واشنطن من جانب واحد من الاتفاق النووي عام 2018 وضف أن فريق التفاوض قاوم مطالب الطرف الآخر التي وصفها بالمفرطة حذرت الأمم المتحدة من أن 81 ألف شخص يواجهون خطر المجاعة في الصومال مع استمرار الجفاف وتضاؤل تمويل جهود الإغاثة وارتفاع أسعار الأغذية وتواجه منطقة القرن الإفريقي أشد مواسم الجفاف منذ أكثر من أربعة عقود لعدم سقوط الأمطار للعام الثالث على التوالي وقالت وكالات الأمم المتحدة العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية إن المجاعة يمكن أن تشتد في الصومال خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إذا لم يتزايد التمويل وإذا ارتفعت الأسعار مجددا انتهى موجز الأخبار من قناة الغد نلتقيكم على رأس الساعة المقبلة في أمان الله